اشتركوا في القناة جاءت بخصوص فرض غرامات وبعض العقوبات على أرباب العمل في القطاع الخاص الذين لا يقومون بعملية دفع الاشتراكات اللي بالنسبة لرب العمل يعني احنا كلنا نعرف انه في القطاع العام على سبيل المثال يدفع المؤمن عليه وتدفع الدولة ايضا في القطاع الخاص يدفع المؤمن عليه ويدفع رب العمل ولكن رب العمل بعض أرباب العمل كانت تحاول انه لا تقوم بعملية الدفع طيب هذه الادارة العامة هذه ما تصدغت قائعة ما عندها انه تقدر تقص دايريكتلي تلجأ الى عملية المحاكم وتلجأ والمحاكم تبقى سنوات عشان تقوم بعملية هذه الاستقطاعات او عودة المبالغ المستحقة على أرباب العمل في القطاع الخاص هذه الأمور سببت اشكالية على حقوق العمال نفسهم لأن العامل ملتزم بعملية الدفع التعديلات جاءت في هذه الجزئية انه فرضت غرامات ثلاثة أمثال القيمة الكلية للاشتراكات تفرض على هذا رب العمل في حالة عدم سداد الاشتراكات في موعدها المحدد فأصبحت للإدارة العامة للتقاعد والتأمينات أصبحت لها سلطة قوية وأصبح أيضا للقضاء أنه يعاقب من قام يعني يكون له أداء يعاقب يعني حتى لعقب خلنا نقول عقب ثلاث سنوات والله حصان الأموال بنحصلها بشنو؟ بنفس الاشتراك أما اليوم اليوم لا اليوم أنت ما بتدفع بتصدر عليك غرامات ثلاثة أمثال القيمة الكلية للاشتراكات فلذلك بيحث على كل رب عمل أن يقوم بدفع الاشتراكات في موعدها المحدد وهذه ميزة كانت جميلة جدا ولفتة في هذه التعديلات يعني حفاظا على حقوق العمال في القطاع الخاص